استحدث وزير العدل وزير الأوقاف وشؤون الإسلامية شريد المعشرجي اليوم قرارا وزاريا لمراقبة محاكمة الوزراء وتضم المراقبة وفقا للقرار قسمين الأول هو قسم أمناء سر التحقيق ويختص باستلام البلاغات الواردة أما القسم الثاني فهو لأمناء سر الجلسات ويختص باستلام ملفات القضايا والتظلمات الواردة من قسم أمناء سر التحقيق أصدر وزير العدل وزير الأوقاف وشؤون الإسلامية شريد المعشرجي اليوم قرارا وزاريا باستحداث مراقبة جديدة بإدارة كتاب محكمة الاستئناف تحت مسمى مراقبة محكمة الوزراء وتضم المراقبة وفقا للقرار قسمين الأول هو قسم أمناء سر التحقيق ويختص باستلام البلاغات الواردة من مكتب النائب العام والمقدمة ضد الوزراء وتسجيلها وعرضها على رئيس لجنة التحقيق لاتخاذ ما يلزم إختار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة والوزير المبلغ ضده بموضوع البلاغة وتقوم المراقبة بأعداد ملفات الغضايا وحضور جلسات التحقيق التي تجريها اللجنة وتنفيذ غرارتها ومتابعتها المتعلقة بطلب حضور المبلغ ضده أو الشهود أو المتهمين وتنفيذ غرارات المنع من السفر أو إلغائها أما القسم الثاني للمراقبة بحسب القرار هو أمناء سر الجلسات ويختص باستلام ولفات الغضايا والتظلمات الواردة من قسم أمناء سر التحقيق وتسجيلها ثم عرضها على رئيس المحكمة لتحديد موعد جلسة المحاكمة أو لنظر التظلمات واستغبال طلبات الاستفسار وطلبات إصدار الشهادات لمن يهمه الأمر من الخصوم وعرضها على رئيس المحكمة ويختص القسم الثاني أيضا باستلام جميع ما يرد إلى المحكمة من مراسلات ومكاتبات وغيرها ومتابعة ضم المفردات التي تطلبها المحكمة وعرضها على رئيس المحكمة وعداد منفات الغضايا قبل الجلسات وتنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة